الحق في التنقل كان خالد يعيش مع عائلته في إحدى القرى وكان مكلفاً برعاية إخوته الثلاثة وأختيه الإتنتين فكان يذهب كل صباح إلى النهر باحثاً عن قوت هذه العائلة الكبيرة مستعيناً بقعربه الصغير ذات يوم شاهد شيخاً عجوزاً في أسمان بالية ينظر إلى المارة الذين كانت السفن تنقلهم بالعشرات إلى الضفة الأخرى كان الشيخ مريضاً يظن من رآه أنه سيموت بين لحظة وأخرى وكان يرجو مساعدة أصحاب السفن ليعبر إلى الضفة الثانية لا أحد منهم استجاب لدعوته وقدم له المساعدة فكان يتساءل مع نفسه أليس من حقي أن أعبر إلى الضفة الأخرى؟ أليس من الواجب على أصحاب السفن أن يقدم لهذه الخدمة وإلى كل من يستحقها؟ أين هي حقوق المسنين؟ وبينما هو غارق في تلك الأسئلة إذا بخالد يقترب منه ويسأله بكل أدب واحترام يومك سعيد أيها الجد ماذا أنت فاعل هنا ومن تنتظر؟ دامت لك السعادة أيها الشاب اللطيف أريد الذهاب إلى الضفة الأخرى لكن لا أحد من أصحاب السفن رغب في مساعدتي فرد عليه خالد وقد أحس بإحساس غريب نحو هذا الشيخ لا عليك يا والدي فرغم أن قاربي صغير إلا أنه قادر على العبور بنا إلى الضفة الأخرى أنا لن أتخلى عنك لأنه من واجبي أن أساعد كبار السن إنه يلزمنا احترامهم وتقديرهم هذا ما تعلمناه في المدارس وفي القرية منذ نشأتنا أضف إلى هذا أنه من حقك العبور والتنقل بكل حرية إلى الضفة المقابلة ترجمة نانسي قنقر